نعم في صباح السابع من أكتوبر 2023 فتحنا أعيننا على شرق أوسط مختلف تماما طفان الأقصى الذي بدأته حركة حابة ساحة غزة وقصف العديد من الأهداف والقواعد العسكرية التابعة للكيان المحتل لقد فتحنا أعيننا على عملية ستترك بصمة وتحدث إنجازا كبيرا في التاريخ والحقيقة أن كتائب حماس والقسام قدموا خدمة جليلة حيث وصل قمع جيش الأخبار على شاشات التلفزيون وعلى المواقع الإخبارية نعم إن الشعب الذي تعرض للقمع واحتل الظالمون أراضيه لسنوات والظل يقاوم عندما قام بهذا الهجوم أظهرت قوات الكوماندوز المنشورة في الأخبار والجرائد بالفعل مثالا رائعا للنجاح في الأراضي المحتلة ودحر الجيش المحتل الغازي برا وبحرا وجوا وفي غضون ذلك ردوا على الأشخاص الذين قالوا إنهم عاقب المسلمين والمجتمع المدني بالأسلحة التي في أيديهم للمواطنين المسلحين وأخذوهم إلى غزة نعم غزة قاوم اليوم بكل ما تملك ضد تساقط أطنان القنابل وقصف المباني واستهداف المنازل التي فيها نساء وأطفال وحتى ذبح الحيوانات غزة تقاوم اليوم بكل ما تملك ونحن كشعوب العالم نقاوم مع غزة ونعلم أننا سندعم ذلك حتى النهاية كما كنا نؤيده دائما تقاوم مع غزة طوفان الأقصى وهي فكر الشعب الفلسطيني نفسه فكرته وعمله والتي انطلقت دون أي أمر أو تعليمات مباشرة من أي مكان في العالم لقد تغيرت توازنات كثيرة في الشرق الأوسط ومن الواضح أن الكيان المحتل ومفاتيحه الآن كما تغيرت